من جانبه قال شيخ مشايخ سقطرة عيسى بن ياقوت إن سقطرة تمر بأسوأ حالاتها جراء ممارسات تحالف السعودية والإمارات وخلال المؤتمر الصحفي أكد الشيخ بن ياقوت تدفق ضباط وجنود إلى سقطرة على متن طائرات إماراتية وأشار في معرض حديث إلى أن السعودية والإمارات مجرد وسيطتين للأمريكيين والبريطانيين في الأسبوع مرتين وعلى متنها أوروبيين نحن نالعلم من وين هل هم من من إسرائيل لكن بعد التحريع علمنا أنهم إسرائيليين على كل حال نحن اليوم في سقطرة نعيش بأسوأ حالات المواطن لا يوجد لديه أبسط مقاومات في محافظة سقطرة ترجمة نانسي قنقر